ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس أيضا اطلع المجلس التنفيذي للإمارة على المخطط العام لمشروع مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لخدمة الرياضيين في كافة مدن ومناطق الإمارة كما اطلع المجلس أيضا على تصميم المدرج الرئيسي الذي سيتوسط المدينة الرياضية وستتميز المدينة بموقعها الفريد ومرافقها الرياضية المتعددة التي سيراعى في تنفيذها الجوانب الويئية وتحقيق الاستدامة ما يمكن كافة الرياضيين في المنطقة من ممارسة الرياضات المختلفة ما ينعكس على الحركة الرياضية وتطورها على مستوى الإمارة وأصدر المجلس قرارا يقضي بنقل المهندس عبد الرحمن عبد المحمد النقبي مدير بلدية مدينة كلباء إلى بلدية مدينة خورفكان وتعيينه مديرا لها كما أصدر المجلس قرارا يقضي بترقية الدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير إدارة مكتب وادي الحلو التابع لبلدية مدينة كلباء إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديرا لبلدية مدينة كلباء وضمن اهتمام المجلس بعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة اطلع على عرض حول الوضع الاقتصادي في المنطقة الوسطى ومؤشرات نموه وتوفير الأنشطة التجارية التي تخدم المنطقة حيث اعتمد عددا من التوصيات التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية كما اطلع المجلس خلال جلسته أيضا على عرض حول منظومة الترقيات في دوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تمنح للكوادر الوظيفية التي تقدم أداء مميز تساهم من خلاله في الارتقاء بالجهات التي ينتمون إليها حيث بلغ عدد المستفيدين من الترقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 636 موظفا في مختلف أنواع الترقيات كما اطلع المجلس أيضا على عرض حول تأسيس منصة متكاملة لربط البيانات الخاصة بمنظومة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع كافة الجهادة العلاقة ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات ختاما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية ووجه بأحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية